السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نرسم السلم الرام على الريبيت اول حاجة هنضبط الوحدات هنضغط على UN هنغير الوحدة الى المتر اوكي اوكي هنفتح الاول هنفتح هنرسم الول اوكي 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 لكي نضبط البلاد دعنا الأول نرسم البلاد سنفتح خط أفقي ونرسم خط رأسي على بعض خمسة متر ثلاثة ونص دعنا خمسة متر ونرسم خط ثاني هل أبحث عن خلال ثلاثة متر ونرسم خط ثلاثة ونقوم بثلاثة ونقوم بتلاثين سنطر اللي هي عرض الدرجة واحد اتنين تلاتة اربعة انا هرسم اربعة درجات دي في القلبة الاولى وعمل خط نايل كنترول زيت اللي هو اللي انا هلغي اللي اقصد هخلها زيره وهرسم اللين هنستلم من تحت الفروق هعمل منه هاخد منه احطه هنا احطه هنا وهارجع تاني اعمل دي تيل لين هرسم الايمة اللي بتتقاطع مع الخط النايل اعمل اعمل افتح مودشا اعمل ترم الاول اقطع الخط ده ساعدل اعمل ثم اعمل دي تيل لاين تلاتين سنتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اقوم بعمل اكسد رود ارجع ترسم تلاتين الذي يمثل الايمة تقاطع الخط المعيل اتنين تلاتة اربعة خمسة اعزف الخط اعمل تقطع مضافي اعمل ترم اعمل 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 الـ Level 2 هيكون 60 سنتين إرتفاع الـ 4 درجات إرتفاع الدرجة الـ 1-15 سنتين هعمل منسوبين كمان المنسوب الثاني على إرتفاع 9 درجات متروح منه مربع درجاتي متفق الـ 5 درجات 5 درجات بـ 15 سنتين هاي تديني 5 سرين هنعمل الـ offset 5 سبعين أدالى Level 3 هعمل منسوب رابع على ارتباع ستين سمت من لبل تلاتة افتح البلانات لبل وان اللي انا اشغال عليه ابدأ ان انا ارسم السلم اختار ستير افتح بروورتز اتأكد ان انا مختار كاست انجليس ستير مونوليستيك ستير واختار ان انا اعمل سكتش اختار البوندري الاول اعلم على تشين وهرسم حدود السلم ارجع ثاني الامر واختار الخط ارجع ارجع ارسيم السلم الغي الاول علامة الصحي من erfold قطر اخطر استير باث ارسم خط من فوق اللي تحت اعمل اوكي 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 اقفل الرسالة افتح المنظور اقفل الدربزين افتح ثاني افتح المنظور افتح المنظور افتح اللي في أفتح المنظور اقف لأفتح المنظور اعمل اعطي الحلقة افتح الزجزاج الاول اختار اقفل أستمر في الرسم موكي أرسم الاسلوب إيروك من تحت من الفور أيكون مبادئ من لبل 1 0 إلى لبل 2 أضغط أبلاي أضغط أفتح 3D هذا الشكل ألغط هذا المنزل هذا المنزل هذا الشكل أول ألغط أرجع إلى لبل 1 ورس ورس ندخل السلو ندخل السلو ندخل السلو ندخل السلو ندخل القلب العلوية ندخل الستير ندخل ستير ندخل السلو ندخل الخط الأول ندخل الخط سوف نسكب و أرجع أرسم نبدأ الزجزاج أبدأ من هنا تمام 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 أبدأ أرسم الرايزر بس هلغي الـ الـ علشان كل خط تمام 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 من فوق تمام 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 أعذف الرسالة أفتح السيدي أعلم السلم Edit Steer أقوم بفليب حتى أتكس معي تمام أعذف الرسالة أعذف الرسالة أعذف الرسالة فدحنا فنهينا القلب الثانية أكمل على نفس الخطوات أرجع إلى ليبل 1 ورسلم الفلور أختار الجزء للقلب وهذا تكون على ليبل 2 ليبل 2 اعمل الباوندري اوكي اشوفه في السيدي تمام ممتاز ارجع ليبل وان ارسم القلبة او الرام بالقلبة التامية اعمل اعمل باوندري لين احدد الزجزاج انه لو نلاحظ ان يحدد خطة واحد لان احنا معلمناش على تشين وهنرجع ان يعيد على الباقي اكمل شكل الزجزاج بتاعي ارجع الزجز واختار الخط ده والخط ده والخط ده تمام ارجع اعرف سلوب ايرو طار من تحت لكو افتح اخلي من لبل الو اعرف 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 الرؤية الرياستيك لكو يبقى اكتر تمام ارجع لليبل وان وهرسم منصوب منصوب انظور العلم اعتبط على خلور اعمل البوندري وحدد الخطوط الخارجية اعمل 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 اضع افتح بروبيرتز ده المفروض بمنصوب لبل 3 اعرف لاي اوكي اشوف المنظور اعمل اكمل القلبة الثالثة للسلة اضع لبل 1 اعمل ابدأ ارسل افتح الاستير اتأكد برضو ان انا مختار منصوب منصوب مختار اعمل اعمل البوندري اختار الاول الزجزاج برضو نختار علشان يسمح ان انا اكمل رسم متصل مختار تمام تمام ارجع اعيد على الاول ارسم خط هنا خط هنا وخط خط الرايزر ارسم الخط البوندري الخط الراسي ارجع ارسم الرايزر 1 2 3 4 5 اعمل الاستيرباث من فوق لتحت اضغط اوكي اوكي اعذف الرسالة اشوفه في المنظور احذف احدد السلم اضغط اضغط اخليه من 2 الى 3 قبل احذف اضغط وده شكل السلم معرم بن والسلام ورحمة الله وبركاته